موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم قبل أي حاجة وقبل ما تتفرج على أي حاجة زي ما تعودنا انزل في الكومنتيات وخذ السواب وكتب عليه أفضل الصلاة والسلام وكمان ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشيل الفيديو ولو انت مش مشترك في القناة أتمنى تشرفني وتشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد النعرضة مقارنة مهمة جدا مطلوبة بقالها أكتر من 5-6 أيام كل الناس وكل المتابعين طلبوها مني عايزين مقارنة بين العربية الجديدة هيونداي آي 10 2022 وبين سوزوكي سويفت 2022 عايزين مقارنة بين كل شيء في الأداء في المطور وخصوصا في أداء الفتيس ونظام تشغيل الفتيس هل هو مختلف عن السويفت ولا نفس نظام التشغيل كل حاجة هنعرفها النهاردة وكمان هقولك استهلاكهم في البنزيم وأداء التكيف والعفشة والسبات والأمان كل حاجة النهاردة هفصصها لك حتة حتة في العربيتين ما تنساش تكمل فيديو ده للآخر عشان فيه معلومات مهمة جدا يلا بقى بسرعة نبدأ المقارنة أول حاجة بحب أبدأها في الفيديو بتاعي زي ما تعودنا الشكل الخارجي للسيارتين هونضاي الحقيقة ما بخلتش على الناس بتوعها بشكل إلا بشكل محترم جدا 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 هونضاي آيتين الجديدة بتتقدم بشكل محترم جدا وجذاب زي ما احنا شايفين الكبوت مع الاكسدام مع الشبكة مع الشبورة بيقدمونا شكل جمالي متميز جدا للعربية ولكن العيب الوحيد في رأيي هي الكشفين الصعبين قوي اللي راكبين دول اللي عبارة عن دواب كده صغيرة فيها لومان فالحقيقة شكلهم كان من الظريف شوية وكان ياريت يتم تغيير الكشفين دول بحاجة تانية لذيذة كده في الشكل عشان تبقى الشكل بتاعها كامل متكامل شكل الخارجي اللي هونضاي آيتين بياخد تقريبا تمانية على عشرة أما سوزوكي سوفت زي ما متعودين عليها شكلها الخارجي المعروف اللي مفهوش أي حركات جديدة شكل أمامي مع علامة سوزوكي في المنتصف ومتعامة بشبكة من النيكل كوروم عشان تديها شكل جمال للسيارة شكل سوزوكي سوفت ياخد حوالي سبع على عشرة متفوقة عليه هونضاي تين في الشكل الأمامي الحقيقة أكثر جاذبية وهجومية من سوزوكي سوفت دعنا بقى نتكلم على الشكل الداخلي بسرعة للعربيتين هونضاي آيتين شكل داخلي متميز جدا جدا للعربية العربية اللي جاي بكل حاجة جاي بشاشة عدداته وشاشة وسطية وتحكم طارة ومثبت سرعة اللي هو غايب عن السوزوكي سوفت للأسف كل حاجة في الشكل الداخلي بتاعها متميز لذلك العربية دي في الشكل الداخلي متميزة جدا وتاخد تسعة على عشرة أما سوزوكي سوفت شكلها الداخلي كويس ولكن ليس بجمال الآيتين يعني الشكل بتاعها متواضع ولكن تحسها فئيرة شوية مقارنة بهونضاي آيتين لذلك في الشكل الداخلي للسيارتين تفوق هنا هونضاي آيتين عن سوزوكي سوفت طب المساحات الداخلية بقى مساحة الكراسي والكنبة هنا بقى تفوق بجزء بسيط لسوزوكي سويفت عن هيونداي الحقيقة سوزوكي سويفت مدياني تفوق شوية كده في مساحة الكنبة ومساحة الاعداء عن هيونداي ده اللي بيخليها تتفوق عشان الناس دايما بتسأل طب الكنبة الخلفية والوسع بين العربيتين لها الحقيقة سوزوكي سويفت اوسع شوية من هيونداي اي 10 تعال بانروح لحتة مهمة وعليها الكلام واللغة كله هو اخبار مطور وفتيس العربيتين ايه هفصصتك المطور وفتيس حتة حتة ومش هتسيب الفيديو ده لو انت فاين كل حاجة عنه تعال اول حاجة نتكلم عن المطور هيونداي اي 10 اللي جاي بمطور 122 سي سي 4 سيلندر قدامها الناحية التانية سوزوكي سويفت 122 سي سي 4 سيلندر نفس المطور نفس كل حاجة طب تعال نشوف القوة الحصانية اللي اي 10 متفوقة على سويفت بي 2 حصان فقط يعني هيونداي اي 10 84 حصان اما سوزوكي سويفت 82 حصان طيب العزم اقوى عزم للداران 118 نيوتين متر في هيونداي و113 نيوتين متر في سوزوكي عارفين وشايفين ان الارقام في هيونداي افضل من الارقام في سوزوكي ولكن هل الاداء على الطريق في هيونداي افضل من السوزوكي ولا لأ في رأيي مش هتحس قوي ان الاداء في فرق بالرغم ان الارقام التصارع من 0.100 كيلو في هيونداي في 12 ثانية وستة من عشرة وفي سوزوكي سويفت 12 ثانية وتسعة من عشرة ولكن الأداء على طريق أيكون غير محسوس بالمرة في السواء أو التصارع أو الجريب العربية هتحس إن العربيتين نفس الأداء نفس المطور نفس كل حاجة في العربية تعال بقى نتكلم عن النقطة المهمة اللي عليها الكلام كله هو الفتيس أو نائل الحركة الفتيس في هونداي اي 10 جاي أوتوماتيك نوع AMT أما في السوزوكي سوفت أوتوماتيك من نوع AGS تعال بقى أشرح لك وقول لك الفرق بين الفتيسين الحقيقة اللي ناس كتير قوي قوي خبيها عنك أني مفيش أي فرق خالص بين الفتيس ده أو الفتيس ده اللي اتنين نفس الفتيس نفس الأداء نفس الحركة نفس الإحساس بالنقلات هو مجرد تغير في الأسماء فقط طب الفتيس ده عبارة عن ايه يعني هو ده منول يعني ولا أوتوماتيك لا هو فتيس أوتوماتيك ولكن طريق التجهيل كالآتي عبارة عن فتيس منول هتقول لي أنت هتحيرنا معاك ليه هو منول ولا أوتوماتيك لا هو فتيس في الأساس منول يعني في ديسك وستوانة وكل الكلام ده ولكن راكب عليه ما يسمى بجهاز يعني بحاول أسهل لك المعلومة على قد مقدر بالبلد كده راكب عليه جهاز أوتوماتيك الجهاز ده بيحول الفتيس المنول لأوتوماتيك يعني من اللي انت بتقوله ده مجاس هو أفضل ننقل في الغيارات لا مفيش الكلام ده مش هتنقل في الغيارات ولا اي حاجة حضرتك هتدورة عربية وتمشي يعني تحت في الدواسة مش هتلاقي اللي منزيم وفرامل بس وهتبتدي تجيب العربية على وضع الحركة وتبتدي تمشي طيب وظيفة الجهاز ده ايه الجهاز ده كل وظيفته ان هو بيحول الفتيس من منول لأوتوماتيك يعني انت حضرتك هتبتدي تمشي تاخد الغيار الاولاني بتاعك العربية اول ما بتجيب مثلا العشرين الجهاز ده اوتوماتيك بينقل الفتيس على الغيار التاني فعشان كده مجرد ما الجهاز ده يشتغل وينقل الغيار حضرتك بتحس بنتشة بسيطة كده في الغيار او في العربية فبتعرف ان العربية نقلت على الغيار اللي بعده وهكذا وهكذا طيب الموضوع ده للي سايق منول اصلا قبل الاوتوماتيك مش هيكون محسوس خالص لان هو بالنسبة له مفيش اي مشكلة اللي كان سايق فتيس اوتوماتيك عادي وهيركب العربية دي هيحس بنتشة بسيطة طيب النتشة دي تأثر على اسلوب القيادة او الاداء للسيارة ابدا مفيش اي مشكلة منها طبيعية جدا 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 يبقى ده كسة الفتيس كلها بالبلد كده شرحتها لك هو نفس فتيس سيزوكي سوفت مفيش منه مشاكل فتيس طبيعي جدا طيب تعالى نتكلم عن ابعاد العربية العربية جاية بطول كل 3 متر 60 عرض متر 68 وارتفاع متر 48 ده ما يخص هيونداي اي 2 طيب تعالى نشوف السيزوكي سوفت اللي ابعادها افضل نسبيا من هيونداي اللي جاية بطول كل 3 متر 80 وعرض متر 73 وارتفاع متر 53 طيب الابعاد الخارجية جاية في صالح سيزوكي سوفت عن هيونداي اي 10 اما طول قاعدة العجلات في هيونداي هي 2 متر 42 اللي في سيزوكي 2 متر 45 خلوص الارض بين العربية جدا يكاد يكون متقارب جدا الارقام بتقول 14 سنتي وتسعة من عشر يعني حوالي 15 سنتي في هيونداي ليه 14 سنتي ونصف في سيزوكي ولكن على الطبيعة مش هتحس ان فيه اي فرق مساحة الشنطة في العربيتين هيونداي اي 10 252 لتر وفي سيزوكي سوفت اكبر شوية 268 لتر طب تعالى بقى اتكلم عن انزومة الامان الحقيقة العربيتين كويسين جدا في انزومة الامان اي بي اس اي بي دي اس بي لهو التوازن الالكتروني والعربيتين جايين باثنين ارباب اثنين وسائد هوائية العربيتين في الكماليات فيهم كاميرا خلفية فيهم حساسات ركن خلفية فيهم اربع سماعات الشاشة الوساطية تتفوق في هيونداي 8 بوصة عن سيزوكي سوفت 7 بوصة والفرق الوحيد في الكماليات ان هيونداي بتزيد عن سيزوكي سوفت في مسبت السرعة فالناس اللي مجتمة بمسبت السرعة للأسف مش موجود في سيزوكي هو موجود في هيونداي تعالى اكلمك عن اداء العفشة والتكييف في العربيتين العفشة متقربة جدا جدا في العربيتين وتعتبر عفشة متوسطة ولا هي جيدة ولا سيئة هي عفشة متوسطة اداء التكييف بيميل للسيزوكي شوية عن هيونداي كعادة العربيتين الياباني بيكون اداء تكييفها متميز شوية يعني مش متميز بالطريقة اللي تخيلها لو ادينا التكييف السيزوكي التسعة على عشرة هندي الهيونداي سبعة ونص على عشرة اخبار استهلاك البنزيم ايه؟ الحقيقة العربيتين يعتبروا نفس طرق استهلاك البنزيم بالزبط ولكن فيه تفوق بسيط جدا لسيزوكي عن هيونداي يعني اللتر في السويفت جوه البلد بيمشي حوالي 14 كيلو وفي هيونداي هيمشي 13 كيلو على السريع في سيزوكي هيوصل لـ 18 و20 وفي هيونداي هيوصل لـ 17 و18 فالحقيقة الفرق متقارب جدا 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 بين العربيتين في استهلاك البنزيم اما لو هنتكلم عن الاسعار هيونداي اي 10 جاية بفئتين في السوق المصري الفئة الاولى بـ 215 ألف والفئة التالية بـ 25 ألف اما سوزوكي سويفت جاية بـ 230 ألف جنيه في النهاية العربيتين كويسين جدا يفرق بس انت حابب توكيل هيونداي ولا توكيل سوزوكي طيب كاسمه براند وتوكيل هيونداي طبعا تتفوق عن سوزوكي في مراكز الانتشارت كتير جدا في مصر وكمان في الخبرة اكتر وكمان في اداء التوكيل المتميز كمان في توفير قطع الغيار اللي هتبتدي تتوفر بسرعة لأولا عربية دي انتشارت دي كانت مقارنة سريعة زي ما الناس طلبت بين هنداي ايتن 2022 وسوزوكي سويفت 2022 ما تنساش تنزل في الكومنتات وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا الله وإياكم في جنة عرضاك عرض السماء والأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة